أهلا بكم وجددا معكم نوريس عليم دون التعلم مع ناو وفي هذا الفيديو سنتعلم معا حول إضافة حماية ورد برس All-in-One, Wordpress, Security and Firewall وتحديدا يوم سنتحدث عن حسابات المستخدمين للأشخاص الذين يتابعوني لأول مرة هذه عبارة عن سلسلة أقوم بها بشرح إجراء أو إجراءين من هذه الإضافة في كل فيديو فيوجد فيديوهات أخرى في هذه القناة حول ذلك ضمن سلسلة حماية ورد برس أو حماية موقع ورد برس واليوم سنكمل هذه السلسلة ونكملها من وقت إلى آخر أضيف فيديوهات جديدة لهذه السلسلة بالنسبة للإجراءات التي أقوم بتفعيلها فأنا حريصة جدا 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 بتفعيل بعض الوظائف وإلغاء تفعيل بعض الوظائف لأن الاستخدام الخاطئ لإضافات الحماية يؤدي إلى توقف الموقع عن عمل أو عدم قدرتك للدخول على الموقع أو تسجيل الدخول كمدير لهذا الموقع أو عدم قدرة المستخدمين للدخول لهذا الموقع بالتالي نحن نريد بالدرجة الأولى موقع محمي ولكن على نفس المستوى نريد أن يكون هذا الموقع قابل الاستخدام من قبلنا ومن قبل المستخدمين وبالتالي التكثيف بإجراءات الحماية بشكل عشوائي قد يفقد الموقع وظيفتها أن يكون يعمل ونحن لا نريد ذلك اليوم سنقوم بالحديث عن حسابات المستخدمين يمكننا تفعيل هذه الإجراءات بكل سهولة دون أي تأثيرات جانبية على الموقع فإذا ذهبنا إلى حماية وورد بريس بالشريط الجانبي وحسابات المستخدمين هنا ستظهر لنا هذه الصبحة يحدد لنا أن يجب أن يكون لدينا اسم مستخدم اسم عالني وكلمة المرون بالنسبة لإسم المستخدم يجب أن يكون إسم المستخدم أي شيء غير أدمن أي شيء أي شيء على الإطلاق ولكن لا يجب أن يكون أدمن يمكن أن يكون اسمك أو اسم شخص يعني لك أو اسم شخص في عائلتك يمكن أن يكون ذلك ولكن يفضل أن يكون اسم أو يوصى أن يكون اسم شيء غير قابل للتخمين بمعنى آخر أنك مثلا اسمك أنت مثلا محمد على سميثال فقمت بوضع اسمك في الورد بريس محمد فإذا أردت أنا مثلا أنا أقوم بالدخول لموقعك فأول اسم سيخطرها بالي أنا أكتبه أنه اسم المستخدم محمد وسأكون وسأكون صحيح حول ذلك سيكون تخمين صحيح سهل جدا أن أكتب اسمك أو أعرف مثلا أن اسم مثلا ابنتك أو شخص قريبك بهذا الاسم فأنت ستكتب اسم المستخدم كاسم ابنتك فأول اسم سأقوم بتجربته هو اسم عائلتك إذا كنت أعرفهم بالتأكيد فبالتالي وضع اسم غير قابل للتخمين غير قابل لأحد أن يعرفه ربما محمد فعلا كاسمك ولكن أدخل مثلا حرف حرف آخر على الاسم أو رقم آخر للاسم هذا بالنسبة لإختيار اسم المستخدم ولكن كيف يمكن تغييره أو تغيير إذا كنت تستخدم أدمن أو اسمك وتريد التغيير لا يمكنك التغيير ولكن يمكنك القيام بهذه الخطوة أنا ذكرتها فيديوهات سابقة تذهب إلى أعضاء وكافة الأعضاء ومن هنا مثلا نورس طبعا لاحظوا أنا أخطط نفس الخطأ كذبت اسمي فأي شخص يريد أن يدخل لموقع أول شيء سيخطر عباله أن يكتب اسم نورس فإذا هنا تحرير ستلاحظ أن اسم المستخدم أين هو اسم المستخدم؟ اسم المستخدم لا يمكن تغييره من هنا فماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟ عليك أن تذهب أضف جديد تقوم بإضافة اسم مستخدم جديد هنا وتضعه برتبة مدير وثم تقوم بتسجيل الخروج من اسم المستخدم الحالي وتقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم الجديد وتقوم ثم بحذف هذا المستخدم القديم فإذا هذه هي الطريقة الآن لنعود إلى حماية Wordpress حسابات المستخدمين الاسم العلني يقول أن الاسم العلني لا يجب أن يكون نفس اسم المستخدم فدعونا نذهب إلى أعضاء كافة الأعضاء وتحرير فإذا هنا لدينا الاسم العلني أو الاسم المستعار إذا اسم المستعار سأسميه مثلا طائد ما سأسميه شيء غريب عجيب وعرض الاسم علن كطائد وتحديث الملف الشخصي الآن مرة أخرى إذابت إلى حسابات المستخدمين فإذا اسم العلني سيقول لي جيد أنك قمت باستخدام اسم علني آخر طبعا بالتأكيد أنا لا أصي أن تكتب هذه العبارة الغريبة عجيبة في اسمك العلني لأن هذا الاسم يظهر للناس لكن مثلا أظهروا أي شيء آخر مثلا فإذا لنعود تعريق فإذا دعونا نكتب مثلا مثلا فريق الموقع على سبيل المثال أي كل مقالة تكتبها تندرج تحت اسم فريق الموقع إذن هنا فريق الموقع وتهدي الملف الشخصي نعود مرة أخرى حسابات المستخدمين كلمة المرور كما تعرفون أنها واحد اثنان ثلاثة فسيقول لي هنا أن قياس كلمة المرور سيحتاج الحاسوب بشكل تقريبي إلى الثانية لتخمينها فيجب أن تكون كلمة مرور قوية عادة أنا أقوم بإنجاز كلمات مروري باستخدام BWG وهي أداء لتوليد أداء لتوليد الكلمات المرور فمثلا دعنا هذه كلمة المرور الصعبة يمكنني مثلا إذا وضعت كلمة المرور هنا سألاحظ أن هذه كلمة المرور يحتاج الكمبيوتر إلى هذا الرقم من السنين لتخمين كلمة المرور هذا فإذن نحن نحتاج إلى كلمة مرور صعبة التخمين جيد وبالتالي نحن سنقوم بال مثلا إذا كلمة المرور خاصة ب كلمة المرور خاصة بواحد اثنان ثلاثة فإذن يحتاج الجهاز الحاسوب إلى أقل من ثانية لتخمين واحد اثنان ثلاثة فيمكنكم قياس كلمة المرور بهذه الطريقة فتغيير كلمة المرور كما نعرف يكون من الأعضاء كافة الأعضاء وتحرير كلمة المرور أين هي؟ لا أريد تغيير كلمة المرور حتى يصل علي تزيل دخول بالموقع يمكنك هنا توريد كلمة المرور واحفظ بالنسبة لي لا أريد القيام بذلك فلكن هذه إذا كنت في حسابك الأونلاين أو موقعك الأونلاين فعليك أن تقوم بهذه الخطوة وتغيير اسم المستخدم وجعل اسم غير قابل التخمين تغيير كلمة المرور وجعلها صعبة التخمين وتغير الاسم العلني لموقعك فإذا هذا بالنسبة لفيديو اليوم أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم في فيديو لاحق ترجمة نانسي قنقر